اشتركوا في القناة وعشرين اتناعش اليوم في زاوية عنيفة جدا رح تتشكل رح نحكي عنها من الزوايا البطيئة ومن الزوايا اللي مرعبة ونحكي عنها خلال الفترة الماضية ونحكي عن الاقتراد اكثر اللي هو ما بين المشتري وما بين زحل وهول الموضوع وهي الزاوية ما حدا تبهلها انو هاي الزاوية هي الاخطر بالتأثيرات اللي رح تصير وهي اخر زاوية رح تتشكل في هذا العام يعني النهاية العام رح تكون مع هاي الزاوية وهي بتكون بين المريخ وما بين بلوتو رح نحكي عنها بالتفصيل طبعا اليوم القمر في منزلة الشرطين هي تكملة اليوم الامس لغاية الساعة وحدة واربع عشر دقيقة صباحا هي جيدة لكل ما يخص النساء من الان لغاية الساعة وحدة واربع عشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش بعدين القمر رح ينتقل بعدها لمنزلة البطين وهي جيدة لتهدئة النفوس والاصلاح والبدء بكل شيء جديد بما انو القمر موجود بالحمل فتأثيره رح يكون على الجميع في هاي الفترة منشعر بطاقة كبيرة للعمل ومنكون أكثر تصميم وأكثر استقلالي ومنبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل أنو نتسرع في تصرفاتنا وممكن نتهور أيضا يجب أن نحظر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة منلاحظ أيضا في هاي الفترة أن أقل صبر في التعامل مع الغير مما قد يوقعنا في متاعب ومشدات غير مرغوب فيها نفق الدبلوماسيتنا منكون أكثر عدواني في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن إجراء فحص للعيون إذا استدعت الأمر لذلك يمكن شراء بطاقة يا نصيب طبعا أنا ما بنصح فيها نهائيا خصوصا أنه مع الزوايا اللي قاعدة بتتشكل ولكن ممكن تعديل أو التعديل على قصة الشعر أو إقامة حفل ما بالنسبة للزوايا الفلكية حكينا أنه في زاوية شوي رح تكون خطيرة هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين المريخ وبين بلوتو وهاي رح تكون في تمام الساعة 22.52 دقيقة بعد العصر وهاي بتولد نوع من أنواع كيف الاندفاع مخاوف أو مخالفة للصواب تدفعك للتمرد والتصرف بعكس التيار وعكس المجتمع ومقاومة النظام الساعد والقوانين وبتتخلي شوي في نوع من أنواع العرقلة للنجاح ولمبادرتك في علاقاتك ولكن هاي الزاوية خطرها على الجميع إنها هاي دوليا بتعد دلالة على إنه هاي الفترة بتحمل مشاحنات وعنف وممكن تكون إشي له علاقة بضربة جوية حرب غزوة مش حرب مستمرة يعني ضربات عنيفة بتكون أو دمار نحو واسع وبتلو هذا الاتصال يعني بعد هذا الاتصال بتبلش الأحداث توضح أكثر يمكن قبل بيوم من موعد هذا الاتصال وممكن يومه أو بعده لمدة ثلاث أيام ما بعديه بدول كذلك على إنه هاي الفترة بتشهد نوع من أنواع الإضربات للعمال اللي بترافقها نوع من أنواع أعمال شغب أو حوادث عنف كما بتشهد هاي الفترة مقتل أحد القادة أو كبار شخصيات في ظروف غامضة وازدياد حوادث العنف والاغتصاب والفضائح الجنسية وبتدل على حدوث أمر لا شبيه لانقلابات عسكرية أو مؤامرات أو عمليات تخريبية أو إرهابية أو تفجرات حرائق وكذلك بعض الحوادث الطبيعية كالزلازل وحرائق الغابات طبعا هذا الإشي إحنا حكيناه كل هذا اللي إحنا ذكرناه محتمل يصير إشي منه محتمل ما يصير ولا إشي منه ممكن يصير كل إشي إحنا ذكرناه وعمرها ما صارت هاي الزاوية إلا دائما لازم يصير فيه آثار كبيرة من الإشي اللي إحنا حكيناه ونتأمل إنه ما يصير شوال أي إشي وتمر هاي الزاوية يعني مخالفة أو معاكسة لتوقعاتنا أما بالنسبة للزاوية التي تريها هي زاوية تربيع سلبية راح تكون بين القمر وبلوتو هاي راح تكون في تمام ساعة عشرة وستة وثلاثين دقيقة مساء بتدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية اقتران سلبية بين القمر والمريخ وهاي راح تكون في تمام ساعة عشرة وخمسين دقيقة مساء بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة إلى الهدوء والتحلي بالصبر في أي مساعة منقوم فيه ويفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب طبعا بعد هاي الزاوية مباشرة بصير في عنا خلو المسار خلو المسار للقمر سلبي بيبدأ ساعة عشرة وخمسين دقيقة مساء وبينتهي في تمام ساعة عشرة وخمسين دقيقة عشرة وخمس وخمسين دقيقة من ظهر يوم الخميس هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة لعمر القمر القمر المحدب تسع أيام في تمام الساعة ثمانية وستة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش بيصبح عشرة أيام نسبة الإضاءة بتصير سبعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجدي حتى يوم تسعة عشر واحد مزاجها سعيد بنسبة تسعين في المية القمر في الحمل حتى يوم أربع وعشرين اتناش منتحس بنسبة أربعين في المية عطارد في الجدي حتى يوم ثمانية واحد سعيد بنسبة سبعين في المية الزهرة في القوس حتى يوم ثمانية واحد مزاجها سعيد بنسبة أربعين في المية المريخ في الحمل حتى يوم 7 و 1 منتحسه بنسبة 40% المشتري في الدلو حتى يوم 13 و 5 منتحس بنسبة 50% زحل في الدلو حتى يوم 7 و 3 منتحس بنسبة 10% ورانس في الثور بيتراجع حتى يوم 14 و 1 منتحس بنسبة 10% نبتون في الحوت سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بتسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا بالدفع بمصالحكم ممكن تهتم بمظهرك وبنوع من أنواع التغييرات هذه مرحلة انطلاق بمشاريعك الجديدة وبتمتع بنشاط ذهني وجسدي كبيرين أنت سباق ورائد في حقل اختصاصك برج الثور يوم آخر بيتطلب منكم على دم المبالغة في جهدكم الجسماني ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا لغذائكم وراحتكم بتنخفض وثيرة الحياة بشكل كبير فتتأخر مشاريعك وربما تلغى اتجنب اتخاذ أي قرار وتأكد من حجزك لأنه ممكن تتفاجأ بإلغاء أو سوء تفاهم برج الجوزاء بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا الأصدقاء منكم ممكن يشارك في حفل أو مناسبة سعيدة أهمش أنك تكون مخلص لصداقاتك ووعودك ممكن تحصد تأييد لا بأس فيه أهمش أنك تكثف ارتباطاتك انت بحاجة لتعاون الآخرين معك هاي الفترة برج السرطان بتظل الفرصة متاحة اللي بيبحث عن عمل واللي بيعمل بينجح بإثبات جدارته للمسؤولين وبيحافظ على إنجازاته القائمة هدئ من روعك هاي فترة سلبية مشحونة بالمتاعب والتوتر عالج الأمور بهدوء وقدم أفضل ما لديك برج الأسد بتنشطه في أمور إلها علاقة بالسفر واتصالات بعيدة فترة مناسبة لإجتياز امتحان أو إجراء مقابلة حاول إنك تظهر تعاون أكبر مع الآخرين والجهات المسؤولة بتنجح في الترويج لعملك وكسب الدعم والتأييد أهم شيء إنك ما تهم الواجباتك ولو كثرت أو صعبت نظم وقتك بشكل جيد تفادي للتأخير تقدم بجراءة وثقة برج العذراء تظل الأمور المالية بتشغل فكركم والفرصة متاحة لمكسب الوصلها بشراكة أو تعويض بادر لتصحيح الأخطاء وترتيب الأمور أنت بحاجة لا لياقة جسدية وأعصاب متينة في الأسبوع المقبلة لا تترك ذيول المتاعب إنها تسيطر عليك برج الميزان ابترغبوا في تدعيم شراكاتكم فترى مناسبة للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني ما بجوز إثارة المتاعب اتجنب الإنفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية حاذر من الحوادث والأعداء فهم كثر حاليا برج العقرب أنجزوا ما تراكم لديكم من عمل تجدوا نوع من أنواع التعامل من أحد الزملاء نظموا جدوى الغذاءكم وخذوا قصة من الراحة من حين لآخر من المستحسن التبكير أو الإبكار للعمل وتنسيق الجيد من مختلف الواجبات ابتكثر النشاطات وربما تشعر بنوع من أنواع التعب برج القوس تزداد رغبتكم في التقرر من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وظروف جيدة واحتمال ويكون في نوع من أنواع القلق اتجاه أحد الأحبة الفترة هاي فيها نوع من أنواع النشاط وفيها نوع من أنواع الحركة بتميل اللهو والترفيه عن النفس وانت بالفعل تستحق ذلك ولكن يجب اتخاذ خطوة مفيدة ما برج الجدي ابترغبوا في إدخال تعديل على مسكنكم والتفاهم مع أفراد العائلة فترة مهمة لتعزيز الروابط العائلية بالرغم من بعض الهواجس اللي بتعيشها هناك تبادل زيارات أو اتصالات مهمة لكن ممكن يسود التوتر بسبب حدث طارق برج الدلو ابتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات ومنكم ممكن ينطلق في مرحلة مهنية للترويج لمشاريع بنجاح باستطاعتك قلب المعادلة لصالحك لا تبقى وحيد بل ابحث عن الأصدقاء والأحباء لتعزيز الروابط ابتملك سرعة خاطر ومهارة ملموسة برج الحوت بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك حاولوا قدر الإمكان يعني تقللوا من المصريف وممكن المال يجي من عمل إضافي ومنكم ممكن يسترد مال بيعود له أو يحصل على هدية ممكن تسمع خبر سر ويلعب قريب دور مهم خلال هذا اليوم بتهتم بقضية شراكة أو عمل وممكن تعالج الأمور بشكل دقيق وتهتم للأولويات المالية تجد الحلول والتسويات لبعض الأمور لشوي ما أرقيتك إيك نكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا